قامت وزارة التربية الوطنية بتوجيه ملسلة مستعجلة إلى مديرية تربية عبر التراب الوطني التي يتم من خلالها إعداد قائمة اسمية للأساتذة الذين استجابوا لدروس الدعم خلال عطلة ربيع الهدف من هذه الملسلة هو معاقبة الأساتذة العاصفين عن القيام بدروس الدعم من خلال حرمانهم من منحة المردودية وتدوين ملاحظات سلبية على ملفاتهم مما يعرضهم للإقصاء في مسابقات ترقية التي تنظمها الوزارة دورياً كل سنة